مع بعض كده يا جماعة في شكل مباشر هيتم اختيار التلاتة سعاداء الحظ اللي هيفوزه بقالب داتا نيوز برو الاصدار الاخير. فلينا نشوف كده الحلقة اللي فاتة احنا كنا بنتكلم عن القالب. وقلنا نبزة بسيطة كده لان احنا كنا مقدمين فيديو قبل كده عنه. هناخد رابط بقى الفيديو ونروح على الموقع اللي هيختار لنا بشكل عشوائي من التعليقات عشان ما حدش يزعى يا جماعة. زي ما قلت لكم ده عبارة عن روبوت. الروبوت ده بيطلع لنا التعليقات الخاصة بالفيديو. وبعد ما يطلع لنا التعليقات اللي هي غير مكررة بيبدأ يدهلنا عندنا التعليقات هون مية تلاتة وتمانين تعليق غير مكرر اللي هو فريد يعني. فخلينا نبدأ كده ونشوف سعاداء الحظ اللي معنا. اول واحد هنبدأ سحب كده. ونشوف سعيدة الحظ الاولاني. ده اول فائزة جماعة معانا. الف مبروك ليه. والتعليق بتاعه كان ربنا يبرك فيك ويكرمك. ده كان تعليقه. تمام هنبدأ نشوف القناة بتاعته والمعرف بتاع قناة واهو. ده اول فائز معانا يا جماعة. تعال نشوف بقى الفائز التاني. الف مبروك لك طبعا. ونعمل فائز تاني نشوف كده من سعادة الحظ التاني. جودة جودة. ربنا يبرك لك. فاحنا برضو هنفتح قناتك. عشان برضو يبقى معانا المعرفات بتاعت القناة ونبقى عارفين ما حدش يجي يقول لي دي قناتي ويعمل قناة جديدة بقى اسم جودة جودة وكلهم ده كله اللي اخلاص معارف القناة قدامنا اهو. حتى انت هتسئل عليه وكمان هتعمل تعليق او حاجة خاصة في اول قناتك حشان نتأكد منك. تمام نيجي الف مبروك طبعا لجودة ونخش على اختار فائز كمان. وده التالت وهيبقى الاخير بقى يا جماعة. مصطفى بو. ده الفائز التالت والاخير. تحياتي لك اخي مصطفى على المحتوى بالتوفيق للجميع وده سعيد الحظ التالت. وزي ما قلت لكم سوعداء حظ لانه حظ في الاول وفي الاخر حظ من ناحية انه بيتسحب بشكل عشوائي. ما بيتمش اختيار الناس. وده الفائز الاخير. مصطفى برو. ده الفائز رقم تلاتة. وهنا حودة جودة. وهنا سكاي تيفي. تأكدوا يا جماعة من من القنوات بتاعكم والمعرفات زي ما انا موضح كده قدامكم. حودة جودة. ومصطفى برو وكمان سكاي تيفي هما الفائزين بقالب داتا نيوز برو النسخة المدفوعة الاصدار الاخير. الف مبروك لكم. وطبعا يعني يا جماعة الناس حبيبنا اللي في قناة الصباغ للمعلوميات بشكل عام. في حاجات بقى جاية في حلقات جاية ان شاء الله. هتبقى افادة للجميع. يعني مثلا الحلقة الجاية بازن الله عبارة عن جيست بوست حقيقي. والفترة محدودة. الفترة دي هكون جيست بوست ده انت هتحصل عليه. وهيبقى من حصدك ومن نصيبك وده هيكون لجميع اعضاء القناة. ان شاء الله في الحلقة اللي جاية هقدم لكم الجيست بوست. واسورتي عالي جدا. الاسورتي ده هيبقى دائم انت هتاخدوا قوة للموقع بتاعك. وهتعمل مقالة جيست بوست لان انتم عارفين ان ان الباكلينك الجيست بوست هو الاقوى. وهتعمل مقالة جيست بوست وهتبعاتها لصاحب الموقع وكمان هتبقى احترافية. فيما بعد دي مفتوحة فترة علشان مناسبة وصول قناة الصباغ للمعلوميات تلاتين الف. وان شاء الله بازن الله اقدم لكم التفاصيل الكاملة الخاصة بالموضوع ده في الحلقة اللي الجاية. الف مبروك طبعا لحبيبنا اللي فازوا بالقالب. وربنا يجعلها فاتحة خير عليهم بازن الله. اشكركم واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة